بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون حل التناسبات للصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الثاني سنقوم بحل تمارين فقرة اختر طريقتك وتحقق من فهمك نبدأ بالمجموعة الأولى أبين ما إذا كانت الكميات في كل زوج من النسب التالية متناسبة أم لا وضح إجابتك نبدأ بفقرة ألف تم اختيار ستين طالبا من مئة مرشح من الصف الأول وتم اختيار أربع وثمانين طالبا من مئة واربعين مرشحا من الصف الثاني نبدأ بفقرة ألف أولا ناخد ستين طالب على المئة ثم النسبة الثانية اختيار أربع وثمانين أيضا طالب من مئة واربعين مرشح ونبدأ بالضرب التباذلي فإذا كان الناتج متساوي في عمليتي الضرب يكون النسبتان متكافئتان أو نقول عن النسب أنها متناسبة فإما طبعا أو عن طريق التبسيط إلى أبسط سنقوم بعملية الضرب ستين ضرب مئة واربعين ثم أربع وثمانين ضرب مئة إذا نقول لي أربع وثمانين ضرب مئة يساوي ثمانية آلاف واربع مئة وعندي أيضا ستين ضرب مئة واربعين نطلع الصفر من الستين والصفر من المئة واربعين نطلع الصفرين نضرب ستة في أرباطعش ستة في أربعة أربعة وعشرين ستة في واحد ستة وعندي اثنين باليد بيكون ثمانية إذن بيكون أربعة وثمانية إذن متساويان إذن نقول عن النسبتان متنا سبا هذا بالنسبة إلى فقرة ألف ننتقلان إلى فقرة با ثمن ستة عشر مترا من القماش يساوي مئة وعشرين ريالا وثمن أربعة وعشرين مترا من القماش يساوي تسعين ريال النسبة الأولى ستة عشر على مئة وعشرين النسبة الثانية أربعة وعشرين مترا على تسعين نبدأ بعملية الضرب ستة عشر ضرب تسعين ضرب تبادلي ومئة وعشرين ضرب أربعة وعشرين نبدأ أولا نطلع الصفر تسعة ضرب ستة عشر تسعة في ستة أربعة وخمسين تسعة في واحد تسعة وخمسة باليد أربعة عشر إذن بيكون ألف واربعمائة واربعين ننتقل الآن إلى الثانية نطلع الصفر ونضرب اتناعش ضرب أربعة وعشرين اثنين في أربعة ثمانية اثنين في اثنين أربعة صفر واحد في أربعة أربعة واحد في اثنين اثنين نجمع الآن ثمانية ثمانية اثنين إذن بيكون ناتج الفين وثمانمائة وثمانية غير متساويا إذن النسبتان يقول عنهم غير متناسبة هذا بالنسبة إلى المجموعة الأولى من حل التماري ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية تحقق من فهمك حل التناسبات التالية نبدأ بفق رجيم بالضرب التبادلي مباشرة نضرب الكاف في اثنين يعطيني اثنين كاف ستة عشر ضرب ثلاثة يساوي ثمانية واربعين قسم الطرفين على عامل الكاف وهو ثنين إذن اثنين قسمة اثنين واحد كاف ثمانية واربعين قسمة اثنين يساوي اربعة واربعين ننتقل الآن إلى فق ردال نقوم بالضرب أيضا التبادلي اثنين ضرب ها يعطيني اثنين ها يساوي ستة في خمسة ثلاثين قسم الطرفين على عامل الها اثنين اثنين قسمة اثنين واحد ها يساوي ثلاثين قسمة اثنين خمستاش اه فقرها نقوم بالضرب التبادلي سين ضرب اثنين ونص اثنين ونص سين يساوي عشرة ضرب اربعة يساوي اربعين بقسمة الطرفين على عامل السين اثنين ونص بهذا الشكل اثنين ونص على اثنين ونص يساوي واحد طبعا قد يتوقف الطالب اه من هذه القسمة اثنين ونص طبعا عندي اكثر من طريقة لإيجاد الناتج اثنين ونص بإمكاني أكتبه بهذه الطريقة اثنين ونص اما نحوله لكسر غير فعلي خمسة على اثنين فنقدر نقول طبعا اربعين خمسة على كم على اثنين مقام المقام بسط نحوله نضربه مع البسط فبيصير عندي اربعين ضرب اثنين قسمة خمسة نقدر نقسم الان اربعين على خمسة يساوي ثمانية ثمانية ضرب اثنين يساوي ستة عشر اذا بيكون قيمة السين تساوي ستة عشر اقدر مباشرة ايضا بطريقة ثانية انه نضرب مثلا عندي الاربعين على اثنين ونص نتخلص من الفاصلة بالضرب في كم في عشرة يصير عندي اربعمائة على خمسة وعشرين المية الواحدة كم خمسة وعشرين فيها اربع فهذا بيصير عند الناتج ايضا ستة عشر الى اربعمائة فيها كم خمسة وعشرين فيها ستة عشر وبإمكاني عن طريق القسمة المطولة هذا بالنسبة الى المجموعة الثانية ننتقل الان الى الفقرة الاخيرة اختر طريقتك رياضة يستطيع مازن الركض مسافة مية وعشرين متر في اربعة وعشرين ثانية فكم ثانية يحتاج ليركض مسافة ثلاثمائة متر وفق المعدل نفسه اذا نقول اولا مية وعشرين متر لكل اربعة وعشرين ثانية السؤال فكم ثانية فكم ثانية السين تكون تحت فكم ثانية يحتاج ليركض مسافة ثلاثمائة متر فلازم تكون السين في المقام لان الثواني في المقام والامتار في البسط ايضا نقوم بالضرب التبادلي مية وعشرين ضرب سين يعطيني مية وعشرين سين ونضرب اربعة وعشرين اه في ثلاثمائة نطلع الصفرين ثم اربعة وعشرين ضرب ثلاثة اثنين وسبعين قسم الطرفين على مية وعشرين مية وعشرين على مية وعشرين واحد يبقى عندي سين هنا طبعا بيروح صفر مع وين مع صفر يبقى عندي طبعا سبعمية وعشرين قسمة اطناعش بإمكاني طبعا الجواب طبعا بيكون ستين لكن الطالب ينبغي للطالب استخدام القسمة المطولة ناخذ لثنين وسبعين لثنين وسبعين فيها كم فيها ستة ستة في اطناعش يساوي ثنين وسبعين يتبقى عندي هذا الصفر طبعا بينزل هنا ونصعد صفر الى الاعلى اذن بيكون الناتج ستين اذن فكم ثانية يحتاج ليركض مسافة ثلاث مئة متر وفق المعدل نفس نقول له ستين ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر